نيجي السؤال بعد كده الدكتور بعد إذنك بنتي عندها 6 شهور حل ولما بتقعد بتكون ميلة لقدام طبيعي وأنا سمعت سمعت يمين بس إن في عمرها لازم تكون بتتقلب لورا وقدام بس هي مش كده أروح بقى الدكتور لا ما تروحيش بقى الدكتور أولا حكاية إنها تميل لورا والقدام دي مش مشكلة خالص هي بتميل يعني طفل وأحيانا في أطفال بتميل للجناب على فكرة وده فرصة كويسة إن أنا أقول للحضراتكم حاجة مهمة قوي عن جلوس الأطفال عن 6 شهور إحنا هنا بنقول ده بدء المهارة فيه فرق ما بين الجلوس اللي بياخد ثواني بالمناسبة يعني وحفظ التوازن أثناء الجلوس الناس ممكن تفتكر إن الجلوس ده حاجة واحدة إن الأعاد يعني إن إحنا نقعد الطفل ده حاجة واحدة لا فيه فرق ما بين إن الطفل يقعد يعني يقعد هو طبيا وعلميا ما عندناش مشكلة إن يقعد بس هذا الأمر لاجب أن يستمر طويلا من عند 6 شهور لاجب أن يستمر طويل خلاص وعشان كده وحطينه محاط بالمخدات عشان بيقع سواء لقدام أو لورا أو للجناب أو كده طيب أما الحفظ التوازن أثناء الجلوس ده ما بيتمش قبل شهر التامن إذا حصل بدري شوية خير وبركة إنما عند شهر التامن بيبتدي الطفل يحفظ توازنه فمهمة أو يتكونوا فاهمين الفرق ما بين الاتنين